موسيقى السلام على مشاهدين في العالم العربي و خارجه أينما كنتم أهلاً وسهلاً بكم في لقاء جديد في ممنوع اخترنا أن نرتحل معكم وإياكم مع كاتب متحدث واعظ يعتبره الكثير ممن عاشره عن قرب أباً لهم ممن عاشروا حتى كلماته التي انتشرت عبر الإنترنت ووسائل الإعلام المسيحية المختلفة لكن الأهم في ضيف هذا المساء هو كتبه وبعضاته التي ساعدت كثيري في حياتهم العملية نخرج في هذا الفاصل لنتعرف على ضيفي الدكتور القيس غسان خلف في ممنوع موسيقى يحملك ضيفي هذا المساء بمعارفه التي تتجاوزت اللغة الواحدة فهو يقرأ الحرف من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين أعني ينتقل من اللغة العربية إلى اللغات القديمة لعل أهمها اللغة اليونانية مطلع على ثقافات غربية عديدة متشبث بتراثه العربي بتنوعه المسيحي والإسلامي الدكتور غسان خلف صاحبه قلم وراو ومحدث لقصص قرأها وتملكها فحكاها لنا مبدع يعرف خفايا الكتاب المقدس يحدثك عن تفاصيل المعرفة في زمن المسيح يأخذنا في رحلة معرفية وروحية في ذات الوقت حلو الكلام والمعاجرة الدكتور القيس غسان خلف في ممنوع هذا المساء موسيقى دكتور هل يمكن لللهوت أن يكون عمليا؟ هل يمكن لإجابات عن أسئلة لهوتية عميقة بحثية أكاديمية أن تتعامل مع اليوم في حياتنا؟ في الزواج، في التجارة، في الإنتاج، في الثقافة، في الأدب، في المدرسة، في المشافي؟ سؤال في محله لأن هناك في ذهن الكثيرين طلاق ما بين الفكر اللهوتي والحياة المسيحية العملية ولكن في الحقيقة في جوهر فكرتنا اللهوتية كمسيحيين أن المسيح ابن الله تجسد بشراً وصار مثلنا وعشى بيننا وهذا يعني أن الجوهر يتحول إلى الوجود بمعنى أن فكرنا اللهوتي يجب أن يكون تطبيقاً عملياً يجب أن يكون تطبيقاً عملياً عملياً كيف ذلك؟ والمثال التجسد كما قلت التجسد هو عملي المسيح جاء من السماء هو الجوهر الإلهي جاء واتحد بالجوهر الإنساني وأصبح حياته هنا مثلاً لنا فالفكرة هنا التي أريد أن أركز عليها أنه لا يجب أن يكون اللهوت فقط في الأكاديميات أو في الجامعات اللهوت هو فكرة تفسيرية لما يريد أن يقول الله لنا لنعيشها في تطبيقاتها اليومية أحبيت السهولة لتقلت بها من صعوبة هذا المفهوم الأكاديمي الدكتوري وأستاذي غسان أنه اللهوت هو فكرة تطبيقية لأمر إلهي نعيشه في حياتنا اليومية صحيح من أجل ذلك لا نفصل ما بين الفكرة اللهوتي والحياة العملية بالنسبة لك ما فيش فاصل ولا يجب أن يكون هناك طلاق أو انفصال بينهم وهلوى الكلمة معبر قوي لا يجب أن يكون هناك طلاق تماماً يعني كيف ترى هذا التواصل؟ يعني مثلاً في حياة المؤمنين اليومية كالتجار كموظفين كمعلمين كأباء كأمهات إذا رجعنا إلى الأصول مثلاً إلى التاريخ الأصول بواكر الحياة الإيمانية نشدد أولاً على الإختبار مثلاً من كتب الكتاب المقدس الأنبياء؟ هؤلاء قبل أن يكتبوا اختبروا الله اختبروا الحياة معه عندهم خبرة كيانية وجدانية بينهم وبينه عبروا عنها في الكتاب المقدس فالكتاب المقدس هو كتابة هذا الاختبار هو إعلان لهذا الاختبار الجوهر اللهوتي هو أنه أنا أختبر الله عملياً في حياتي ثم أكتب وإذا كان في الكتابة تنظير بيكون هذا التنظير لهوتي لكنه نابع من ماذا؟ لم يكن تنظيراً في البداية إنما كان خبرة روحية عميقة من أجل ذلك لا يجب أن يكون اللهوت في مجال التنظير فقط لأنه انطلق من الاختبار صح من هنا تركيزي دائماً على أن الله نختبره أولاً ثم نتحدث عنه ثانية صحيح من أجل ذلك يجب أن يستمر الاختبار في حياتنا أقرأ الكتاب المقدس هو يروي قصة هذه الخبرة مع الله يمكن أن أقرأ هذه المعلومات وأبقيها في مجال التنظير في مجال الفكر المعلومة صح ولكن يمكنني أن أدخل في شركة روحية وجدانية بيني وبين خبرة الكاتب هذا النبي وعندها أتصل بالله الذي هو أتصل به وأحصل وأنا لهذه الخبرة التي يتحدث عنها حول من هنا لا يكفي أن أبقي أن أبقي المعلومة في الكتاب المقدس معلومة ذهنية تاريخية لا فإذا أنا قمت باتصال بيني وبين الله مثلما يكتب مثلا موسى أو يسوع أو بولوس أو أشعية يصبح اختبارهم اختباري يصبح اختبارهم اختباري تماما وهذا يجعل اللهوت خبرة حياتية ملموس تطبيق عملي يعني تماما وعندما أنا أختبر الله ويحل في كياني أو أتحد به هذا الاتحاد الروحي ينعكس ذلك في حياتي ينعكس أخلاقا ينعكس روحانية ينعكس حساسية إنسانية شعور مع الآخر لأنه عندها أدرك أنني مخلوق على صورة الله كبشر وأي إنسان كذلك وأتعامل عندئذ مع أخي الإنسان أيا كان كحامل لصورة الله التي أحملها أنا حال فأتطلع إليه معما كان لونه جنسه دينه أتطلع إليه كأخي في الإنسانية إذن عندما تقول هذا الكلام أرى انفتاحا عن الآخر المختلف من شكلا ولونا وعقيدة ومع ذلك الحقيقة أو في جزء كبير من الحقيقة المتدينين أو المتدينون هم الأكثر غلاقا ولا أعني دينا بذاته صحيح عادة ينغلقون ينفصلون حتى بالكنيسة نحن لسنا من العالم لا نختلط من العالم إذا تنام هذا الاتجاه وازداد ينحرف عن مبادئ المسيح الذي جاء لكي يقوم بعمل انخراطي في العالم الجاء ليشبهنا في كل شيء جاء لكي يدخل في معاناتنا وألامنا تألم في كل شيء مثلنا بلا خطيئة فإذن هو جاء لكي يكون في المعترك البشري اليومي في هذه الخبرة الإنسانية بما فيها من فرح وألام هل الكنيسة اليوم منخرطة بشكل الذي تريده حتى لا نكون سلبيين ولا أيضا نفرطين في التهليل هل الكنيسة من وجهة نظرك دكتور غسان منخرطة في واقعها الاجتماعي العملي كما تريد أنت أو كما تتمنى عندما يكون المعلمين عندما يكون المعلمون في الكنيسة واعين لدورهم القيادي في جعل الكنيسة مكان طلاق الله بالبشر يتغير النظرة ويتغير الاتجاه ومفهوم العلاقة بالآخرين لماذا أنعزل أو أنفصل والآخر مخلوق على صورة الله مثلي صحيح أنه أنا قمت بتسليم نفسي للرب والله أعطاني خبرة روحية وابتدأ يعمل فيها لكي أستعيد هذه الصورة التي تشوهت سأقاطعك لأن الجملة جميلة جدا الله قلت لكي أستعيد هذه الصورة متذكرا الآية التي تقول أن الله خلق الإنسان على صورتي فدورنا هو أن نستعيد تلك الصورة الجميلة قيل لي في ممنوع لماذا تختار شخصيات ملحد أو فنانين أو فنانات عرفوا مثلا بأدوار سيئة قلت أن الجميع يمثلون صورة الله فيهم صورة الله لكن بعض الصور مهشمة أو محطمة أو بعض الصور غابة لمعانوا الله فيها أو مشوهة أو كاريكاتورية أو كاريكاتورية فقلت أن نستعيد نستعيد كيف نستعيدها يعني إيماني الكتابي المعلن هو أننا في المسيح الذي هو صورة الله نستعيد عندما يحل في حياتنا نستعيد تلك الصورة ونستعيدها من أنه تزرع فينا وتبدأ في النمو وعندما نحن نرعى ذلك بالتسليم الكامل لله هذه الصورة تأخذ مكانها وتنمو فينا إلى أن تصبح الصورة الكاملة على قدر ما يمكن للإنسان أن يكون كاملا من هنا اللهوت عملي اللهوت عملي من هنا اللهوت يغيرني لأكون صورة الله في محبتي لجميع الناس في علاقاتي بالآخرين إن المفهوم أن كل واحد مننا فيه صورة الله إذا فهم حقا يجعل مننا كبشر نحترم بعضنا البعض نقبل بعضنا البعض نحب بعضنا البعض على رغم كل الاختلافات يعني ما في مشكلة أنه الدكتور غسان عنده أصدقاء من طواقف مختلفة وأديان مختلفة لماذا لا؟ هل يحب الدكتور غسان الفن الأدب الغواية صحيح وأجعل روح المسيح يتخلل تلك لكي تكون في سموها وعندما تسمو تكون خادمة لله في أذهان البشر وعقولهم وتغير فيهم نحو الأفضل لأن هذه كل الوسائل هي التي تدخل في حياتنا وتجعل مننا ما نحن الموسيقى التراث تريه ما يروى حولي ما أشاهد من تمثليات ما أشاهد على التيفي يدخل في كياني ويغيرني إلى ما أشاهد أنا ابن هذه البيئة المحيطة بي فعندما أنا أكون ناضجا أحاول أن أتناول من هذه البيئة ما يساعد مضجي ولا يخربه أو يدمره وثانياً أساعد هذه الوسائل أن تكون ناضجة لكي تنضج هذا المجتمع الأكمل إذن فدورك مغير لأنك متقف لأن لك هذا الفهم العملي للهد سنخرج في هذا الفاصل ثم نعود لحديث أخاله حلواً يقودني إلى كما يقول كاتب المزمور إلى حيث مياه الرحى أشكرك ونعود إليك بعد قليل أهلا دكتور عماد أهلا أهلا رولين ثلاث عينما كنتم أهلاً وسهلاً بكم في لقاء جديد في ممنوع هذا المسأ نحاور كاتب وواعظ متحدث أستاذ لهوت لكنهم أكثر من ذلك يعتبر الكثير ممن عشروا عن قرب أو حتى من خلال الشعب دكتور ثم اخترت أنت انخرط في الأكاديميا كمدرس لكن الأهم في هذا المساء أنك انخرطت ككاتب وهنا مجموعة أو بعض مما كتبت ماذا تمثل كتابة بالنسبة لغسان خلف لا أدري كيف أصفها إنما كمحاولة إعلان ما في النفس وإعلان ما في النفس لكي يخاطب النفس الأخرى لأنه لا أعتقد أن الكاتب يكتب لمجرد الكتابة يعني إنسى الابتسل طب صحيح الفن للفن الفكرة هنا أنه أجد أنه شبعي ربما هي موهبة من الله لكي تعبر عن ذاتك ممكن واحد يعبر عن ذاته بطرق مختلفة ممكن بالفنون بالرسم لكن هذه طريقة للتعبير عن النفس ولا أجدها في كثيرين هذا يعني أنها منحة من الله صحيح موهبة خاصة يعني ليس الجميع بقادر أن يكتب صحيح ومن أجل ذلك لا أنسب لنفسي فضلا أو قيمة لأنه هذا معطى هذا أمر معطى بيقول الرسول بولوس إذا كنت قد أخذت من الله أو نلت منه فلماذا تفتخر وأنك كأنك لم تنل فنحن نلنا وهو وضع فينا هذا ونحن نقوم بما هو فطرنا عليه في نفوسنا وهذه الرغبة كانت تنمو أولا من ميول أدبية عندي ورغبة في المطالعة الأدبية العربية وأنا أعشق اللغة العربية واستعمالها وأنا أعشق القراءات الشعرية العربية الأصيلة وهذا كون في نفسي نوع من هذا المحبة للأدب وما فيه أيضا الأدب لا يحوي فقط عبارات جميلة إنما فيه أدب فيه أخلاق فيه عطاء وجداني داخلي مهما كان نوعه يقترب من المقدس فعندما يبدأ الإنسان في هذا العطاء أجد نفسي أتحاور مع نفسي أجد نفسي أتحاور مع الذين هم في فكري من كتاب آخرين أو قرأت لهم أجد نفسي أتحاور مع الله أجد نفسي أتحاور مع حاجات الناس لكي أعبر لهم عن طريقة ما تساعدهم أن يكتشفوا ما اكتشفت أن يصلوا إلى ما وصلت إلى أن يتعمقوا إلى المجالات التي تتعمقت فيها هذا بيجي طبعي وهذا الحوار الناتج يغني يغني نفسي أشعر أنني عندما أجلس لكي أكتب لكي أكتب أشعر وكأن ذهني منفتح لإلهامات ما كان يمكن أن تأتي إلى فكري وأدونها بقلمي يعني أنت تقول سر مهم شك كثير وعفوا على المقاطعة يا دكتور عن جد أنا متمتع باستغسالك في نغمات هذه الكلمات عن جد كالموسيقى إلى ذهني وقلبي ونريد أن مشاهدين يتمتعوا بعمق ما تقول من تجربتك أنت الآن فرقت ما بين أن تكون مجرد إنسان يفكر في فكرة ما يتأمل يتمتع أو يناقش وبين الحال أن تجلس وتكتب في فكرة ما يعني عندما تجلس الفكرة تنضج تكبر تتطور أكثر وينهمر عليك إلهامات ينهمر عليك إضاءات إلمعات ما كانت لتأتي إليك لو لا هذه الفرصة التي أنت أتحتها لنفسك ولله أن تجلس في حضرته وتكتب ويبدأ هذا النهر يفيد منك بطريقة أنت لا تتوقعها حتى في التاريخ يفرقون في الحضارة البشرية ما بين ما قبل الكتابة وما بعد الكتابة يعد من أهم الاكتشافات في التاريخ البشري هو خلق الكتابة الكتابة في كتابة وجدانية أي أن يجلس أحد ويكتب يكتب ما يختلج في نفسه من مشاعر من مبادئ من أفكار طروق له يدونها وفيها صور تعبيرية كثيرة يستعملها الكتابة الوجدانية كمان هناك الكتابة البحثية عندما ينخرط بعد قراءات متعددة وحوار مع أدمغة متنوعة حول موضوع معين أو مواضيع معينة ويشبع هذا الإنسان مما قرأه من أفكار غيره حول مواضيع معينة وهو في هذا الحوار يبدأ يبدأ في أن يحيى فيه أسئلة وأجوبة مما يطلق أفكارا جديدة وألمعات جديدة بسبب الحوار هذا الفكري مع هذا العدد من الأدمغة التي كتبت والتي أنت عم تتحور معها فعندئذن عندما أنت تمتلئ تشحن بهذه الكم من الأفكار في تعطي وتبدأ في العطاء تبدأ في الفيض عندما تبدأ بذلك تشعر أن ذهنك يحتوي هذه الأفكار ويضيف إليها ما ابتدأ هو يبدعه في تحليلاته لهذه الأفكار فيصبح هناك مزاوجة وقران وعطاء يغني وهنا يأتي الإبداع هنا يأتي أنه لأنه عندما البشر يطلقون فكريا يصبح هناك طلاقح فكري بينهم ينتج مولودا جديدا قد يشبه أبويه لكن فيه فرادة معينة قد يشبه أبويه لكنه منفر أو متفر فيه فرادة طبعا كتبك كتبك هي أولادك نعم بمعنى معنى أنا حتى فيما مرة سمعت متحدث واعظ بديع في وصفه للمسيح ابن الله قال إن ولادة المسيح من الله كولادة الكلمة من العقل عاشقت هذا التعبير صحيح وبخاصة أن لقب المسيح بالكلمة في مطلع أنجيل يحنى سأرتحل بك بعد هذا الفاصل في رحلتين عن أبناء لك لكنهم في شكل صفحات في ممنوع إذا مر يوم ولم أتذكر به أن أقول صباحك سكا ورحت أخطك طفل صغير كلاما غريبا على وجه دفتا فلا تعجبي من ذهولي وصمتي ولا تحسبي أن شيئا تغير فحين أنا لا أقول أحب فمعناه أني أحبك أكثر إذا جئتني ذات يوم بثوب كعشب البحيرات أخضر أخضر وشعرك ملقا على كتفيك كبحر كأبعاد ليل مبعثة ونهدك تحت ارتفاف القميص شهي شهي كطعنة خنجر ورحت أعب دخاني بعمق وأرشف حبر دواتي وأسكر فلا تنعتيني بموت الشعور ولا تحسبي أن قلبي تحجى فبالوهم أخلق منك إلها وأجعل نهدك قطعة جوهر وبالوهم أزرع شعرك دفنة وقمحا ولوزا وغابات زعتا إذا ما جلستي طويلا أمامي كمملكة من عبير ومرمر وأغمضت عن طيباتك عيني وأهملت شك والقميص المعطر فلا تحسبي أني لا أراك فبعض المواضيع بالذهن تبصر ففي الصمت يغدو لعترك صوت وتصبح أبعاد عينيك أكبر أحبك فوق المحبة لكن دعيني أراك كما تصور في هذا اللقاء الأول وأمل أن يكون لنا لقاء ثاني قريبا الرحلة معك تحلو حتى مرت قبل الدخول إلى الستوديو قلت لي تأكد أنك ستأخذ الكثير من الدكتور غسان سنتبادل الخبرة هذا من توعد عنك أستاذي أنا يخجلني قوة محبتك واحترامك لشخصيا يعني بجد شهاد أمام كل من يشاهدنا دكتور أنا أعرف هذا من طلبتك اشتغلت معك في الكلية لمدة قصيرة جدا وكان لي الشرف في ذلك المحبة التي تعطيها تضاهي ألاف المرات ما تكتبه وما تعبه لنا من فضل الرب علينا دكتور غسان في حديثنا عن الأجزاء العملية والتطبيقية لللهوت وحديثنا عن الكتابات التي كتبتها أنت اخترت في واحد من كتبك التي سنركز عليه هذا المساء أكثر من غيره نحو لهوت عربي معاصر وفي هذا الكتاب بالذات اخترت أن تتحدث وتكتب عن يسوع وعلاقته بإطاره اليهودي يسوع المسيح وثقفته اليهودية بلهوت عربي معاصر وبرؤية عربية اليوم لماذا؟ نشأ فكر ناضج بيننا كمثقفين مسيحيين في شرقنا إلا أن يجب أن ننطلق بكتابة عن مواضيع تخصنا وتخص بيئتنا نابعة من فكرنا وخبرتنا اللاهوتية لأننا أبناء كلمة الله الكتاب المقدس وأبناء بيئتنا والجميل هنا أن البيئة التي نحن نشأنا فيها هي بيئة الكتاب المقدس نفسها في هذا الشرق لبنان يعني ونقول بتواضع أن الأولى بأبناء منطقتنا أن يفسروا الكتاب المقدس من غيرهم بسبب التشابه البيئي الثقافي الحضاري والتاريخي لأنه بعدنا نحن بنفسها المنطقة وخاصة أنه جزء كبير من الكتب وخاصة في اللاهوت هي كتب مترجمة عن إنجليزية والفرنسية صحيح الآن قلت أن مع عصر النهضة أقول أنه مع عصر النهضة ابتدأ هناك أدب مترجم يأتي إلى بلادنا من الفرنسية الإنجليزية الألمانية بحسب الإرسليات التي كانت تأتي إلى بلادنا لكي تساعد الكنائس الشرقية فنشأ هناك أدب مترجم حمل إلينا فكر تطبيقي غربي في الأساسيات الفكر اللاهوتي واحد لكن في التطبيقات يتغير اليوم لم يعد هذا مقبولا لقد نضجت كل البيئات الحضرية حول العالم وأصبح هناك لهوت اسمه لهوت أوروبي غربي هناك لهوت لاتيني مرات يسمى لهوت التحرير حديثة هناك لهوت الأفريقي يسمى لهوت الأسود بلاك ثيوروجي وفي لهوت من جنوب شرق آسيا كوريا والصين وهونغ كونغ واليابان والفلبين وأستراليا متلأم مع وقعهم صحيح فلماذا؟ لا ننتج لهوتة العربية استتباعا يعني مش أضي أنت تحب أن تعمل تفرض نفسها لأنك إذا بدك تتعبر عن فكرك اللاهوتي لا من ذاتك لا أن تترجم فكرا تطبيقيا آخر لا ينسجم مع بيئتك مع ذهنيتك مع فكرك مع نفسيتك فمثلا مرات ينادون بحركة تطبيقية مسيحية تنشأ في أمريكا ويحاولون الذين يقرؤون عنها أن يطبيقوها هنا في شرقنا لا تنسجم غير واقعية مثلا تعطينا بعض التفاصيل مثلا إذا يعني مثلا إذا واحد بيحكي إديش الله كريم وحياتنا حلوة وفياضة وحياتنا العائلية سعيدة وهناك بركة في حياتنا وفي حياتنا عمل الله وبركاته ويساعدنا ونحن نعيش في كرمه وهيك وفي حرية ومنجي ما نطبق هذا بشرقنا أنه إذا أنت بتكون مسيحي بيحصل معك كل هذه البركات والنعم منجي حتى نعيش بشرقنا نجد أنفسنا نعيش في ظل الصليب في فكرة تضحوي فيه تضحية فيه إضحاض فيه ضيقات مش عم بتلاقي حيلك لا بالحرية ولا في المساواة في المواطنية ولا بتشعر أنك أنت لك دايما موسوم عليك سمع أنك أنت شيء آخر بتختلف عني مش بهالراحة أغلبية المحيطة بك بهالراحة هايدي فبدي أجي أنه طبق الفكرة هنا لا تنسى جيم هناك ممكن أقول أنا أعيش في العصر الذهبي للمسيحية هوني شو بدي أقول هل أعيش في أي عصر هنا أنا أعيش في عصر في فكرة القرون الوسطى فمن هنا أجبت مشروعية الأجوبة العمليية يجب أن يختلف تماما من أجل ذلك ينبغي أن نعبر عن فكرنا المسيحي الشرقي من أذهاننا من قلوبنا من خبرتنا هذا لا يعني أن لنا سفيد من أي فكر عالمي يعني ليس إقصائيا أبدا لأن الفكر الإنساني يغني نحن نغتني بكل فكر إنساني هذا يغنينا كما نغني غيرنا إذا أصبح لدينا فكر إنساني صح ولكنك أخترت مبحث خاص يهود فالفكرة هنا أنه حاول أن أعبر عن إيماني بلغتي مستفيدا من خبرة الكونية لكن في تطبيقات عملية نشأ هذا الكتاب نحو لهود عربي معاصر من هذه الفكرة أن يكون لنا واشترك معي في الكتابة سبعة من الأدباء والكتاب المسيحيين في شرقنا وكلهم دكاترة هنا وقع علي هذا الموضوع يسوع واليهودية لم تخطر ليس حقيقة أنه عندما وضعنا هذه المواضيع وتقدم المحرر رئيس التحرير لكي يقول لكل شخص ماذا ترغب عندما كان دوري وقع علي أنه غسان هل يمكن أن تكتب لنا؟ وأنا أشكر الله لأنه وقع علي الاختيار بهذا الموضوع لأنه حساس ولأنه عميق ويضرب راسخاً في مسألة نعيشها اليوم وبخاصة هو أنه العهد القديم وارتباطه باليهود ونسبة يسوع إلى اليهودية هناك أثار لها مرات سلبية ونشأ فكر من نحو خمسين سنة يبدأ يعبر وبخاصة في لبنان وسوريا أنه المسيح ليس يهودياً إنما هو سوري فينيقي كانعاني ويقولون ذلك بسبب أن فكرته العالمية حول الإنسانية وقبول جميع البشر فكرة تتجاوز المنظومة اليهودية الفكرة اليهودية المتقوقعة حول ذاتها والشعب المختار فهل كان يسوع كذلك هناك بعض الأدباء والمفكرين قالوا أن يسوع هو غير يهودي بهذا الشكل وأنا رغبت في هذا الكتاب أن أعود إلى الأصول وأروي أو أتحدث أن يسوع هو في أصله يهودي يهودي ولكنه ابن أيضاً الثقافة اليهودية مش مثلاً أنه يهودي لكنه نشأ في بيئة غير يهودية لا هو يهودي ونشأ ببيئة يهودية أيضاً وتثقف ثقافة يهودية لكن هو رأى في العهد القديم انفتاح الله على جميع الشعوب لأن كانت بركة إبراهيم هلأ عم نحكي لهودي لكل الأمم لكل الأمم فجاء يسوع ورأى ما لم يره غيره رأى ذلك البعد الإنساني في الفكرة الإلهية لا أن يختار الله شعب واحد أو يقول هؤلاء مختارية لا الله يحب جميع البشر وكانت مناداته بهذا الاتجاه اكتشف مثلاً في العهد القديم بأشعية تسعة وأربعين هنا أوجز أنه يا عبدي الآتي لتكون بركة لجميع الشعوب قليل عليك أن تكون لي مخلصاً لشعب واحد فقد جعلتك فأنت خلاصي لجميع الشعوب لجميع الأمم لتكون أنت خلاصي إلى أقصى الأرض بهذا المعنى وهناك أشياء كثيرة يذكرها الرسول بولوس في رومي 15 تؤكد أن يسوع قادر أن يرى فوق تلك المحدودية والقوقع اليهودية إلى جميع الشعوب وعبر سمعان الشيخ وعبرت مريم أم يسوع في نشيدها عن يسوع أنه يكون نوراً للأمم ومجداً لشعبه يعني يهوديته لم تكن في تناقض مع أفق إنساني إطلاقاً إطلاقاً وهنا دخلت في شخصيته الكيانية وكيف وعى كان يعي روايداً روايداً شخصيته كالمسيح الآتي ليكون من هو وخلص جميع الشعوب وعندما دخلت في هذا المعترك عن ألقابه التي استعملها أنا دخلت في خبرة جديدة تعمقت بها بسبب قراءاتي الكثيرة حول شخصه وحول نظرة اليهود إليه ولماذا لم يقبلوه حتى وصلت إلى الاقتناء أن يسوع بنظرته الكونية عندما قال ملكوت الله يؤخذ منكم يا شعب اليهود ويعطى لشعبي الذي سينتج ثماره ومن كان آخران وهو وهو يكون لجميع الشعوب أعتقد أنهم قالوا لم يعد هذا اليسوع يهودياً من أجل ذلك صمموا على قتله وصلبه لأنه تحدى الفكرة الاقتصارية يعني يقتصر المسيح على شعب واحد أنه الفكرة اللي أنه هو ليس لغيرنا نحن شعب الله المختار الآخرون هم قوييم من الأقوام من القوييم من اللفظ الآخر يعني الأمم والأمم بمعنى أنهم خدام عندنا نحن المختارون والأمم كل الشعوب هم خدام عندنا يسوع قلب هذا المقياس قال ابن الإنسان أنا لم أأتي لكي أخدم بل لكي أخدم وأبذل نفسي فدية عن كثيرين في هذا المفهوم خرج من الذهنية الاحتكارية للدين الذهنية المتقوقعة حول الذات التي تفتخر بنسبتها إلى الله وتحرم الغير منه يسوع يسوع حطم هذه القوقعة هذه الحلقة الضيقة المغلقة لقد قطعها دمرها صحقها وأطلق إيمانا يصل إلى جميع الشعوب بأن تحب الرب إلهك من كل نفسك وتحب قريبك الذي هو الإنسان الآخر كنفسك تحب الله من كل نفسك وتحب قريبك أي كل إنسان كنفسك من هنا قيمة هذا الكتاب وهذه النظرة التي يطلقها فكر شرقي في الغرب هناك بسبب بروباجاندا معينة صار في شعور أنه كأنه يعني عم بيطلع لليهودية أنه هي شيء أسمى من غير شعوب وقد يتسرب هذا إلى النفس بسبب سوء التفسير الكتابي عندما يقولون لي الكتاب المقدس يقول هذا أقول لهم إذا درسنا بعمق الكتاب المقدس لا لا يقول هذا ولكن تفسيرنا ميولنا تقول هذا في فرق كبير ما يقال وبين ما نفس صحيحا ويسوع دائما كان ينبه إلى هذا في تقليد الشيوخ صح الذين فسروا كلمة الله التفسير الصحيح يحرر أخي عماد حلو التفسير الصحيح يحرر النفس أنه واحد يبقى في هذا التقليد الذي يمارس يقيد نفسه لنعود إلى الكلمة الصافية كما قيلت في الحقيقة نتحرر بقول الرب يسوع وتعرفون الحق والحق يحرركم كان هذا الكتاب يسوع واليهودية تحرير لتحرير فكري ومغامرة فكرية وصلت فيها إلى النهاية إلى القول أن يسوع خرج من الدائرة اليهودية هذه الضيقة لكي يصل إلى كل الشعوب والآن يجب أن ننظر إليه لا كيهدي ونعزله ننظر إليه كيهدي أصيل صاحب فكرة إنسانية كما يريد الله لأنه هو قاوم الفكر اليهود التقليدي وأطلق الفكر الإبراهيم الجيد السليم كما يريده الله وأوصل له إلى كل العالم أختم هنا بهذه الكلمة عندما كان رسل المسيح ينادون به أنه مخلص العالم هذا كان قبل ألفين من السنين وكانت الرسالة جديدة كانت أسئلة كثيرة تتبادر إلى الذهن هل حقا هذا يسوع المسيح هذا هو مخلص العالم هو الذي سيكون اسمه عند كل شعوب تحبه تتعبد له تتصل بالله من خلاله هل تتحقق فيه النبوات كانت هذه أسئلة وهنا أقول بعد ألفين من السنين وقد أصبح ليسوع أحباء يحبونه يطعونه يتعبدون له ويتصرون بالله من خلاله ملايين الملايين بأعداد لا تحصى في كل مكان تحت الشمس في كل بقعة من هذه القليقة يوجد هناك مسيحيون حقيقيون يحبون يسوع يلتزون بتعليمه ألا يكون هو محقق هذه النبوات ويكون هو مسيح الله والذي يشهد له جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به يكون بإسمه ينال بإسمه أفران الخطايا على هذه الكلمة أطوي صفحة نقاشي معك أو عفوا استماعي إليك هو أحلى من نقاش وأنا أرتحل معك أستاذي عن سؤال عن يهودية يسوع فقضتني إلى حريته للإنسان مهما اختلف اللون وتعددت الألوان والأدية صحيح دكتور غسان أنت أيضا كتبت في مجالات أخرى ما الذي يجعل غسان خلف بعد كل هذه التجربة في التعليم في الكتابة في الوعظ في الترحال إلى كنائس متعددة في بلدان مختلفة له هذا الشغف بيسوع المسيح وبالكتابة عن يسوع شخصية عن السوع تعرفي إلى يسوع كان نتيجة خبرة شخصية في مقابلة خاصة بيني وبينه في ركوع واعتراف بخطيئتي وابتعادي كأنسان عن مبادئه السامية وشعوري أن الخطيئة قد قيدتني بشرورها المتعددة ولكن نفسي كانت ترغب في الانطلاق ترغب في التحرر وكنت أدرك من مطلعاتي للإنجيل أن يسوع يطلق فينا حرية إلهية خاصة تجعلنا نتحرر من خطيئنا ونعانق الله نعانق الله عندما قلت له يا مخلصي أنا تائب وعائد إليك لكي أعيش لك كل قلبي وكياني لأنك أنت بهجة كياني وشبع كياني داخلي عندها شعرت بتغيير كياني في داخلي قد لا أستطيع أن أصفه بدقة ولكنه اختبار جعلني أنطلق نحو الله في العيش له وبما يرضيه وبما حب لكل البشر هذه الخبرة رفعتني غيرت اتجاهاتي غيرت مطامحي بدلتني من إنسان يرغب في الأرضيات أو يرغب في الله أو في صرف العمر بأمور لقيمة لها في نظري ولكن الآن أجد نفسي أحيا برسالة سامية هناك قيمة لحياتي لأنه أعتقد أن قيمة الإنسان أو قيمة حياة الإنسان من قيمة ما يصرفه في حياته من قيمة ما يصرف حياته في سبيله هذه قيمتنا مثلا إذا واحد يصرف حياته باللهو قيمة حياته له إذا يصرف حياته في جمع المال قيمة حياته في المال وإذا يصرف حياته في القيم في الروحانية في المسيح هذه قيمة حياته أنا قناعتي أن قيمة الحياة من قيمة ما نقضيها فيه ما نصرفها لأجله من هنا تغيرت حياتي وأصبحت هذا الإنسان المقبل على الحياة لأنه أعرف قيمتها يعيش بلا خوف لا من المستقبل ولا مما بعد الموت ولا من الجحيم مثلا بل مقبل إلى الحياة لأنها هناك فرح داخلي لا يصرف وفي 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 شعورك أنك محاط بمحبين لأن فيهم صورة الله أو لأن مختبر اختبارك في المحبة المسيحية تشعر بغنى باكتمال بمضج بسمو شيء رائع الحياة الإيمان في المسيح وفي هذه الشركة الأخوية التي يعيشها الإنسان مع غيره من الذين يشتريكون معه في هذه الخبرة الروحية أو الإنسانية شيء رائع جدا دكتور غسل للأسف الوقت يسرقني من التمتع بهاته التفاصيل الحلوة لي لك بعض الأسئلة السريعة هذه المرة على أمل أن يكون لنا لقاء ثاني كما وعد هل يوجد الله اليوم إلى جانب المتألمين نعم وبلا تردد هل مسألة المثلية الجنسية وما تثير من أسئلة خطيرة في مجتمعاتنا وزواج المثليين هل على المسيحين اليوم أن يحاكموا هؤلاء أم أن يتعاملوا معهم كظاهرة موجودة في المجتمع وبهوب هذا رأيك الأخير يعجبني لا تأييدا لما قد يمارسونه لأن المبادئ المسيحية ضد الغلط أينما كان ومع كل إنسان يتوب ويعود إلى الله وسبق وقلنا أن كل إنسان فيه صورة الله فإذن هناك أمال في أن يشفى في أن يرتفع أن يتسامى عما يعاني منه في هكذا قضايا يجب أن نقبل كل إنسان في وضعه ونساعده وأنا أعتقد أن هذه الأمور يجب أن ندرسها بعمق قبل أن نتكلم بها بسطحية يجب أن أن ندرسها بعمق سنأتي على هذا الموضوع في لقاء قادم إن شاء الله ماذا عن الحروب الآن في الشرق الأوسط كيف تنظر إليها كلهوتي كواعظ ما الذي يحدث الآن في مجتمعاتنا في ليبيا في اليمن في سوريا في العراق هذا يجعلني أقول باختصار أن الله دائما هو مع الدولة ومش ضرورة مع النظام فرق ما بين النظام والدولة صح أنك الله مع الدولة لأن دولة مهما كانت مهترئة أفضل من لا دولة لأن ما يجري فيما ذكرت هو غياب الدولة فيصبح هناك فوضى وتكثر المجازر والقتل وسفك الدماء فمشيئة الله دائما هي مع الدولة يقودني تعليقك الأخير إلى نقاش سيكون لنا فيه حوار ثاني وجولة ثانية من نقاش حول الله والسياسيون في مواضيع أخرى مع هذا الرجل الذي إن جلست إليه تتعلم إن استمعت إليه تتمتع إن حاورته تستفيد هذا عم الدابور من بيروت يحييكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من مملوعة السلام على مشاهدين أينما كانوا في العالم العربي وخارجي ترجمة نانسي قنقر